السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم زميلكم احمد سامي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم بخصوص او ايه هي في و ايه هي اهمتها الحلقة دي خاصة بكل لغات البرمجة المتصلة بقاعدة البيانات. بغض النظر عن ايه هي لغة البرمجة اللي انت بتستخدمها مهمة جدا جدا بالاخص لو عندك بتعامل مع داتا جوة قاعدة البيانات من خلال الاراية او الاضافة او التعديل. اه نخش في الموضوع. يلا بنا. اول شيء هي اصلا الترانزاكشن وايه فكرتها? الترانزاكشن بكل بساطة هي عبارة عن مجموعة من الاوامر الليها مسلا زي انت بتعملها على مجموعة جداول جوة قاعدة البيانات. ها ما بتتمش على الجدول الواحد. على الجدول الواحد هي اوتوماتيك اللي بتتم. دي بيسموها اوتوميك. لان هي الترانزاكشن لازم تبقى اوتوميك. وده نتكلم عنه بعدين. فانت لما بتعمل على سبيل المسال انك تاخد من جدول وتحط في جدول تاني دي انت كده بتعمل في اتنين جدول مختلفين. فهي دي فكرة الترانزاكشن. ان انت بتتعامل جوة الواحدة او زي مسلا سباق ملفات او كده. وهي عبارة عن اي تغيير بيحصل جوة قاعدة البيانات اللي انت بتعملها. هذه الترانزاكشن بكل بساطة. عملية انت بتعملها على قاعدة البيانات. طيب ايه الهدف من الترانزاكشن? الهدف من هي ان انت تعمل بمعنى ان انت بتعمل عزل ما بين الاوامر اللي بتحصل في الديتابيس. لما يكون عندك مسلا اكتر من عملية بتتم على قاعدة البيانات. فانت محتاج ان كل العملات دي كلها ما تتمش في نفس اللحظة على نفس على سبيل المثال. فيحصل لك بعد كده مشكلة ان البيانات ما تكونش مزبوطة. ودي مشكلة كبيرة جدا بالاخص في اللي فيها تعاملات آآ مادية. يعني ايجار مسلا بيع شراء والحاجات دي كلها. لازم تراها نقطة الترانزاكشن ودي مهمة جدا. فده الهدف الاول من الترانزاكشن انها تعمل عملية عزل ما بين العمليات اللي بتتم على قاعدة البيانات. دي الحاجة الاولى. حاجة التانية ان الترانزاكشن بسببها بيحصل عملية للبيانات. يعني هي حاجة من اللي اتنين. يا اما العملية تمت بنجاح يا اما العملية فشلت وما فيش حاجة حصلت في قاعدة البيانات. ما فيش ما فيش تالتة. فهي بتدملك الموضوع ده. لما يحصل على سبيل المثال آآ يبقى ما فيش اي حاجة هتتسجل في قاعدة البيانات. او انك تاخد다고 او تاخد البيانات كاملة تمت جوه قاعة البيانات. هناخد هنا شكلين. الشكل الاول تمت على سبيل المثال انت عميل. بعت آآ اردر معين. فسحبت فلوس زي كده مثلا. فلوس دي من حسابك وروح تباعتها لحساب الشخص اللي انت اخدت منه على سبيل المثال بضاعة. فراحت للبرودكت اونر. كل تمام. كده العملية تمت بنجاح. انت سحبت من حسابك بالفعل وحطيت في حساب البرودكت اونر. جدلك في الاخر ان الترانزاكشن تمت بنجاح وكل شيء تمام. الحالة التانية في حالة الفشل نفس الموضوع نفس الدائرة بالزبط. ولكن نفترض ان العملية فشلت. لو انت ما عندكش بالفعل ممكن تاخد نفس النتيجة يقول لك الترانزاكشن تمت بنجاح. طب ازاي ده بيحصل? ده بيحصل نتيجة ان انت ما عندكش اي شيء يهندل اللي يحصل لما يحصل يعني لما مسلا ما يحصلش لما ما حصلش فتخيل انت مسلا عندك مبلغ الف جنيه مسلا في حسابك على سبيل المثال. وسحبت منه خمسمية وحطيتهم في حساب عامل اخر. عملية الصحب من حسابك تمت بنجاح. ولكن عملية الاداع في حساب العميل ما تمتش بنجاح. يبقى كلا تفقدت خمسمائة جنيه على سبيل المثال. وما تعرفش راحة فين. وفي النهاية جات لك ان الترانزاكشن تمت بنجاح. فدي الهدف التاني من الترانزاكشن. ان الدايرة دي ما تحصلش. ان لازم السحب يتم بنجاح والاداع يتم بنجاح يبقى الترانزاكشن كلها تمت. ولكن اي خدل في النص بيعمل حاجة اسمها رول باك. ان كل حاجة ترجع على اصلها وبتبقى كل الجداول زي ما هي ما فيش فيها اي تغيير. اه في اه دي مهمة جدا بتسمى اصد. اصد هم اربع خصائص جوه اي ترانزاكشن لازم الترانزاكشن تبقى شغالة على اساسهم. في اول حاجة اللي هي اطوم ستي. اطوم ستي دي بتضمن لك اه تضمن لك حاجة من اتنين. يا الترانزاكشن تتم يا الترانزاكشن ما تتمش. ما فيش تالت. عشان كده مكتوب يعني هي عملية واحدة فقط لغير. عملية بالكامل بتتمه في فقط واحد. في اما انها تنجح. اما ان هي تفشل. ده حاجة اللي بيمنع ممضوع لو بيبقاش جزء يعني زي ما احنا تكلمنا ان مسلا ما يبقاش عمل في الجدول بتاعك بالنوة سحب فلوس ولكن ما عملش في جدول العميل بالنوة وحطولي الفلوس. يبقى انت كده خسرت وفي نفس الوقت العميل ما استفدش حاجة. فهي دي فكرة يما العملية كلها تتم. يعمل العملية كلها تفشل وتترفض. ده اخدنا هي ان انت بتضمن انه كل البيانات اللي جوه قاعة البيانات هي بيانات مزبوطة. وده شيء انت مسؤول عنه. بالاخص لما تبدأ تسجل داتا في قاعة البيانات. يعني انت ما ينفعش مسلا حد يبعت لك فايل تاخد الفايل زي ما هو وتسجله جوه قاعة البيانات. لازم تتأكد ان كل الديات اللي انت بتكتبها في قاعة البيانات هي داتا صالحة للاستخدام وما فيش فيها اي اخطاء. اه طبعا اللي بتتكلم عنها اللي هي مسلا اللي مسلا على سبيل المثال. او لو في اي حاجة لو موجودة. اللي هي شيء معين اللي هو شيء معين انت بتعمله عشان يشغل معين جوه قاعة البيانات الكسكيد. يعني لما تمسح هل في ريكوردي تانا هيتمسح حصاده ولا لأ. ولا هل من فيش حاجة هيتمسح. فهي ده فكرة البيانات اللي جوه وقاعة البيانات لازم تكون كلها وصالحة للاستخدام. ده ياخدنا بعد كده للجزء التالت اللي هو هي نقطة العزل. نقطة العزل المقصوب بيها ان انت زي ما انت شايف بتعمل الفكرة دي ان انت لما تعمل ترانزاكشن. آآ لما ترانزاكشن تشتغل على اكتر لما بي عندك ان ينسف لما عندك اكتر من ترانزاكشن على نفس الريكورد لازم يحصل ما بينهم ان ما فيش واحدة تعدل في البيانات والتاني ما تعرفش ايه اللي حصل تم تعديله. فلو حصل ان اللي اتنين عدله في نفس الوقت واللي اتنين اروا يقدوا نتائج غلط فمعنى كده انت هيبى عندك الديات اللي جوية وقعت البنات مش مزبوطة. ده بقى لها جزء خاص هنتكلم فيه دلوقتي. وده بيضمن ان بتتم زي كانت سلسلة من تمت ورا بعض. او العمليات اللي على الريكورد تمت ورا بعض بالتتابع بحيس ان ما حصلش اي خلل جوة نفسها. دي المقصود بيها ان السيستم لازم يفضل سليم. انت مسلا حطيت داتا وخلاص الداتا تمت بنجاح. اول ما الداتا تمت بنجاح. لو حصل اي مشكلة في السيستم آآ القهرباء قطعت على سبيل المثال آآ اي مشكلة مسلا قطع السيرفر فصل لازم يقع فيه ضمان ان الداتا دي بالفعل تخزينت جوة قاعة البيانات. ان الداتا تم تخزينها بنجاح. اي ده فكرة. هما دول الاربع اللي موجودين في اي قاعدة البيانات بغض النظر عن نوع لغة البرمجة اللي انت بتستخدمها عن للتواصل مع قاعدة البيانات. تمام. ده اخدنا بعد كده ايه هما وايه فكرتهم وبتشتغل ازاي? دي بتشتغل بكل بساطة من خلال حاجة اسمها هي عملية بتتم من خلال ان انت بيبقى عندك اتنين عمليتين شعالين جوة قاعدة البيانات. وفي بينهم شخص بيهندل النقطة دي. بيهندل مين يخش الاول مين يكتب ايه ومين يستنى يعمل ايه. وهكزا. اللي بيهندل الموضوع ده اسمه ده بيضمن ان الداتا نفسها يبقى فيها يعني مزبوطة ما فيش فيها اخطاء. وده بياخدنا اي اكتر شيء مشهور بيعمل موضوع ده حاجة بيسمى هو ده اشهر شيء بيستخدم في قاعدة البيانات هنبص عليه بشكل سريع دلوقتي. ده بيشتغل ازاي? بكل بساطة هو بيستخدم علشان يعمل حاجة اسمها للداتا ازاي? بيعمل للداتا ان هو مسلا بيسجدها في شيء مؤقت او بشكل مؤقت وبعد كده لو في حالة حصل اي بيرجحها مكانها الطبيعي. يعني في بعض الاحيان بيسموه بياخد صورة من النسخة من الداتا وبعض الاحيان بيرجح حتى ان لو حصل فيها مشكلة. فيز الاول دي ببارة عن ان بيحصل العملية الاولة اللي هتخوش تشتغل على الداتا بتعمل حاجة اسمها لوق. فكرة هي ان انت بكل بساطة هنفترض ان العملية دي بتتم داخل غرفة. انت بتخش الاول كعميل بتقوم داخل الغرفة. بالضبط كأنك واقف على شباك تذكر. ده اسهل شيء. انت كعميل هتشتري تذكرها لاي اتجاه مابت ومدخل واقف على الشباك. فانت كده عملت للشباك. محدش يقدر يستخدم الشباك ده. طول ما انت واقف على الشباك دوت لحد ما تخلص كل الحاجات اللي انت محتاجها مع الشخص اللي بيساعدك من خلف الشباك. فبالتالي انت خلصت عملياتك كله وكل شيء تم بنجاح. خدت حاقتك وروح تي ماشي. يبقى انت كده عملت للوق. هو ان انت فضيت المكان علشان شخص تاني يخش يقدر يستخدمها. نفس الفكرة بتتم في بتخش عملية تتعامل مع قاعدة البيانات بتعمل على اللي هي شغالة عليه سواء او وبعد ما بتخلص بتعمل للوق ده وبتخرج العملية دي وفبيخش مكانها عملية تانية. هي ده فكرة او العملية الاولى بتلمي من خريها للوق العملية التانية بتخش زي ما انت شايف ان اللوق ما بتعمل لهش وما فيش اي تاني هتمسك في الموضوع ده. واللي بيضمن في الحالة دي هي ان الترانزاكشن لازم تكمل كل العملية كاملة وبعد ما بيخلص كل العمليات المطلوبة بيتم سايبة اللوق ومشيها. هي ده فكرة اللوقنج اللي بيحصل على الديتابيز والايسوليشن ليفل بيتم ازاي من خلال مفاتيح بالبقى دي كان. ده دخلنا على فكرة ايه فكرة المشكلات اللي احنا قابلتنا في علشان كده تم يعني تم التفكير في موضوع الايسوليشن ليفل. فكرة المشكلة او المشكلة بتحصل في هي لما يكون عندك اكتر من بتتعامل مع نفس الديتا في نفس الوقت. فانت في الحالة دي كله في نفس الوقت تدخل على نفس الديتا. بيحصل شيء من الهرج والمرج وبيحصل بعد كده داتا يعني بيطلع لك داتا مش مزبوطة وما انتش عارف بالضبط انهي داتا صح وانهي داتا غلط. فهي دي فكرة المشكلات اللي قابلت لكم. وده ياخدنا للتالي اللي هم بفعليا اكتر تلات مشكلات بتواجه لها ودي اول مشكلة بتسمى ديرتي ريدز ديرتي ريدز دي بتتم في الحالة لما في بتقرأ بيانات ولكن البيانات دي لسه بتتعدل من خلال ترانزاكشن تاني واصلا ما تعملاش في القاعدة البيانات. فازاي البيانات دي تقارط وهي ما تعملاش في قاعدة البيانات. وده بيحصل نتيجة زي ما قلنا ان في ريكورد في اه عملية بتعدل في ريكورد. فداخلت عملية تانية راح اتقاري الريكورد دوت من غير ما العملية الاولى تخلص اصلا. فده بيتسمى ديرتي ريدز. ان هو اراية قذرة. ان هو ارى والتانية اصلا لسه بيعدل. فما ينفعش الكلام ده. برضو بنفس فكرة الشباك ان في شخص واقف على الشباك بياخد تذكاره. ورح فجأة داخل واحد تاني من جنبي راح زقه ورح واخد تذكاره ورح ماشي. لما اصلا الاولاني ما خلصش العملية بتاعته. هي ده فكرة. وده ياخدنا بعد كده الموضوع مشابهة للديرتي ريدز بس دي بتحصل لما يحصل عملية الاسترجاع مرتين. لما دخل شخص ارى. ودخل شخص تاني راح معدل البيانات. ولما دخل بعد كده الشخص التلات عشان يقرى ارى نفس البيانات القديمة. فارى نفس البيانات القديمة ما اراش اللي حصل له التعديل. فده بتسموها انه شخص ارى البيانات مرتين واخد نتاج مختلفة في كل مرة بيقرى وفي شخص تالت بيعدل. ففي الحالة دي برضه عندنا ان انت كده الدياتا مش مزبوطة انهي داتا الصح اللي ممكن تشتغل عليها. فده مشكلة تانية ان اكتر من وتعاملت مع نفس الريكورد. واحد ارى وراح خارج راح ادخل واحد معدل راح ادخل تاني اري وخارج. فكل مرة خد بيانات مختلفة فمش عارف انا بيانات فيه ملة صحة. وده اخدنا بعد كده حاجة اسمها الفانتوم ريتس. فانتوم ريتس ده ارخم حاجة فيهم لان هي بتحصل آآ لما يكون وانت بتقرأ بيانات مثلا جوة قاعة البيانات فانت خلاص قريطة البيانات كاملة وبعد كده فجأة حصل تعديل في نص البيانات ديت وانت متعرفش عنه حاجة. فالبيانات اللي جات لك برضو فيها شيء نقص او ممكن يبقى فيها شيء زيد. فبردو ده حصل دي العملية اللي بتتم في نص عملية شغالة فعليا. مش مش عملية بعد عملية. فدي اسمها فانتوم ريتس. ان حاجة كده زي الشبح بيخش كده يوم داخل معدل في البيانات وانت اصلا بتقراها فتحصل هي اهم شي في انت بتحمي الداتة اللي انت بتتعامل معها. وبتضمن ان الداتة اللي جاي لك من قاعة البيانات صح. لان نتخيل حاجة زي كده لو حصلت في معاملات بنكية. فتخيل مقدار الخسارة تبقى. ازاي حلنا مشاكل هنبدأهم من الاقل للاعلى. في عندنا وده طبعا ده اقلهم خالص. اللي هو في الحالة دي شغال ما فيش اي حاجة. وطبيعا ما فيش قاعة البيانات بتشتغل بالمنزر ده. لان انت اصلا كده سيبت قاعة البيانات بالبلدي عريانة يعني. اي حد يقدر يعمل فيها اي حاجة. فده ما حدش بيستخدمه لكن هو موجود. ده بيضمن ان مش هيحصل من خلال ان اللي بيخش بيعدل البيانات زي ما هي وبعد كده ما بتشتغلش بيفدر فيه لق على تعديل البيانات على الريد. بس بعد كده اول ما الريد يخلص يشتغل. بيبدأ ممكن يقدر بعد كده العملية تقرى البيانات. فمعنى كده ان الشخص اللي بيخش يعدل بيعمل لق على الدياتا. بعد ما بيخلص مباشرة عمل كميت للدياتا خلصت العملية. يقدر يقرها للتاني مباشرة انه هو ضمن انه قرى بيانات اللي تكتبت بالفعل. ولكن في الحالة دي انت انه ممكن تحصل. لان انت بس عملت على موضوع مش اكتر من كده. في بعد كده عندنا ودي تم علاجتها من خلال ان بيحصل بيقفل عدتا كاملة سواء لحد ما تخلص. وبعد ما تخلص بيسيب فتضمن ان ما فيش حد يقدر يعدل البيانات في النص وانت بتكتب لانه عمل على الريد وعلى الريد على ال اتنين. تمام ولكن طبعا الفكرة الريد هنا اللي هي زي مسلا والحاجات دي ممكن تحصل وده اللي بيسبب موضوع الفانتوم ريدز. الفانتوم ريدز ممكن يحصل في موضوع الرينج. اللي هو الخاصة بموضوع الوير والسليكت لما يكون فيه معينة مبنية على هو ده اللي بيسمى وده اخدنا الاخر حاجة اللي هي دي بيعمل على كل شيء. بيعمل في كل حاجة لحد ما كل حاجة تخلص وبعد كده يسيب في الداتا بتاعته. وهو برضو بيعمل والحاجات دي كلها بيعمل برضو عليها. يعني من الاخر بيعمل عدد دبس كلها. محدش هيخش هنا لما انا خلص من الاخر. بلطاقة. وده ياخدنا طبعا لبعد كده. الليفل ده ما بيسيبش الريدز الا ما بيخلص. ما في انسى ان انت تلاقي عندك اي مشكلة في الداتا اللي انت اعترها. ولكن في ملحوظة مهمة جدا جدا مع كل شيء وليه كوست. والكوست دوت اللي هو كل ما هتعلي مستوى الايسوليشا الليفل كل ما هتقلل بتاع قاعدة البيانات. لان انت في الحالة دي بتجبر كل العمليات اللي هتتعامل مع قاعدة البيانات انها تفضل مستنية في الخط. فلكن انت تخيل لو عندك مسلا الف عملية هتتم في قاعدة البيانات وانت استعدامت ده معناه ان الالف عملية هيفضل المستنظرين في الصف لحد ما اول عملية تخلص وهكذا بالتتابع. فعلى اساس ده الديفولت بشكل كبير قوي بيبقى ما بين الريبيتابل ريتز وريد انكوميتد. اه ريت كوميتد هو الديفولت في قاعدة البيانات بيختلف من قاعدة بيانات لتانية على حسب تصميم قاعدة البيانات. ففي بعض قاعدة البيانات الديفولت بيبقى الريبيتابل ريتز. بيحس ان هو يحاول على قادر الامكان. يتجنب الارايات المختلفة. ولكن الفانتوم ريتز ممكن يفوتها شوية. ان هو بيبقى على حسب برضو اللي انت شغال عليه بيعمل ايه? فالمعاملات البنكية شيء. الابليكيشن اللي هو مسلا بياخد كتاب من مكتبها شيء تاني. الابليكيشن اللي بيعه الصور ده شيء تالت. فكل ابليكيشن وليه متطلبات معينة خاصة بالايسوليشن ليفل. فانت فكرة الايسوليشن ليفل انت اللي بتحكمها على حسب ابليكيشن بتاعك ده بيعمل ايه? وهينزل انهي ماركت. فانت دلوقتي عندك خلفية بيهم الايسوليشن ليفل وبيعالجوا مشاكل ايه بالزبط. ده كله النظري. اللي هي بعض المصطلحات اللي هي انت هتسمحها وانت بتشوف كلمة قاعد البيانات كمت. فكرة الكمت هنا هي معناها ان عملية الترانزاكشن تمت بنجاح وتعامل قمت جوا قاعد البيانات. اللي هو بمعنى ان كل حاجة تمت بنجاح وانا عملت كمت. خلاص انا كده خلصت كل حاجة بتاعتي ان كل حاجة تمام ما فيش اي مشكلة. خش على مصطلح دي الحالة لما يكون في 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 مشكلة حصلت في اسناء تنفيز الترانزاكشن. ولكن آآ ما تمتش الترانزاكشن بنجاح فهتعمل لها رول باك. رول باك مقصود بيها ان كل شيء في قاعد البيانات رجع لاصله. يعني ما تسحبش اي شيء من حسابك البنكي ما تحطش اي شيء في حساب العميل التاني. فهي دي فكرة الرول باك. في بعد كده عندنا الرول دي بتحصل على مستوى للقاعد البيانات نفسها. ان قاعدة البيانات بتعمل حاجة اسمها بتاخد صورة بتعمل لقاعدة البيانات نفسها. ان في حالة اي مشكلة اي فيل في السيستم بالكامل. ممكن نتعمل من اخر موجود. ده اسم الرول فورورد. فيه دي بتتم لو انت مش عندكش رغبة انك تستخدم والحاجات ده كلها بيستخدم حاجة اسمها ودي مستخدمة في حالة بسم الله ما شاء الله ان الترانزاكشن نفسها ما تمتش بنجاح. بيترجع اخر قاعد اي يعني شبع كده بيترجع اخر مثلا موجود عندك في قاعدة البيانات. ولكن زي ما قلت دي والله عالم تقريبا نادرة ما ما حدش بيستخدمها كتير. لان المواظم انا شغال جعفة فمواظمنا شغالين باستمرار. ده اخدنا الترمينولوج التاني في حاجة اسمها فكرة دي موجودة في الجافا في بالاخص ان هي بتتم جوة الواحد يعني جوة قاعدة بيانات واحدة بتعملها قاعدة بيانات واحدة فدي بيسمها يعني قاعدة البيانات فيها مجموعة جداول وكلهم جوة واحد فده كل حاجة بتتم جوة. وده بياخدنا بعد كده نقطة هو على سبيل المثال ان انا عندي حساب العميل موجود في معين وحساب مسلا موجود في سيرفر تاني خالص وحساب البنك موجود في سيرفر تالت خالص. اصبح عندي مجموعة اماكن مختلفة وكل ما كان في دول بيحتوي على جداول ولكن كلهم مرتبطين ببعض. فالجلوبال بتضمن انه كل البيانات دي تتم في كل السيرفر بنجاح او انها تفشل على جميع السيرفرات برضو بنجاح. يعني يعني فيش حاجة ياتم يا ما تتمش على جميع السيرفر. وده برضو جافا و جافا انتربراس اديشن و جي تي اي اللي هو جافا ترانزاكشن اي بي اي وي سبرينج. ده اخدنا على حاجة اسمها ديد لوكس. ديد لوكس بواجه عام هي موجودة في الكونكورنسي وفي في في الجافا برضو وموجودة في اي لغات تانية بتتعامل مع اللي هو المالتي تاسكينج. بس هي مش مالتي تاسكينج. ولكن ده مش موضوعنا. هي لحاجة لما يكون عندك اتنين ترانزاكشن بيحاولوا يتعاملوا مع نفس الريسورس وكل واحد فيه منتظر التاني يخلص. فحصل ان هما الاتنين مستنين ومحدش فيهم عايز يخلص قبل التاني. فالترانزاكشن بازوت وبيفضل السيستم يعمل رولر وهكذا. لما يكون عندك اتنين مستنين نفس الموضوع. كلمة دي لما احنا بنستخدم مثلا في سبرينج قاش بمرمجين الجافا نستخدم زي على سبيل المسال او على حسب دي اسمها بشكل سريع هي لما انت تقول لقاعدة البيانات تعمل ايه? وهي هتعمله ولكن انت ما تعرفش هي هتعمله ازاي? في دي العكس لها لما قاعدة البيانات هتعمل شيء ولكن انت بتقول لها هتعمله ازاي? اللي هي الخطوات المتبعة لتنفيذ الشيء المعين. دي الفرقة بين ده كان الشرح السريع الخاص بترانزاكشن مانجمنت وفي الاخر هنا سيبتلك مجموعة لينكات اللي بكل بساطة انت تقدر تكليك على على اسم اللينك الموجود مسلا ايه ياخدك على الصفحة الخاصة بيها على مثلا وهتلاقي فيها هناك المقادة اللي ممكن تقراها. فياريت انا انا شرحت الموضوع بشكل سريع ونظري فياريت تتكرم وتحاول تخش بنفسك تقرأ الموضوع ده لان مهمة جدا 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 بغض النظر عن انت شغال بانهل لغة برمجة ولكن الداتا اللي انت شغال عليها لازم تضمن ان هي داتا سليمة. لان طبعا انت راجل مبرمج مش بتعمل قلب اه ويب سايت وتقول للناس تفرجوا على ويب سايت العبكار اللي انا عملته خلاص. انت مسؤول عن كفاءة وصلاحية الدات اللي موجودة عندك فيه قاعدة البيانات وده شيء مهم جدا. وده بيتم من خلال فياريت تقرأ عنها وتفهمها شغالة ازاي في لغة البرمجة اللي انت بتستخدمها. اتمنى تكون الحلقة كانت بسيطة. كان معكم احمد سامي وان شاء الله على خير في حلقات تانية. السلام عليكم ورحمة الله